زر وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية مازن الفراية إدارة السير يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبدالله المعيطة اطلع خلالها على الجهود المبذولة لتسيير حركة السير والتخفيف من الازدحامات المرورية وأليات الرقابة على المخالفات المرورية أشهد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كوادر إدارة السير في مختلف الأوقات والظروف والكفاءة التي يتمتعون بها من خلال تعاملهم مع التحديات والمعيقات المرورية من جانبه أكد مدير الأمن العام على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية المرورية الهادفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة وتقييم خططها وإجراءاتها استمع وزير الداخلية ومدير الأمن العام لإجازة قدمه مدير إدارة السير بيئن خلاله الخطط والاستراتيجيات المعمول بها وأليات العمل المروري والرقابي الذي تقوم به كوادر الإدارة اطلع وزير الداخلية من غرفة العمليات الرئيسية في إدارة السير على أليات العمل المروري والرقابي والجهود التي تبدلها من مرتبات إدارة السير كافة للتعامل مع الازدحامات المرورية